نينا بارتس تعمل طوعاً في مأوى للاجئين وتستقبل التبرعات الواردة إليه صباح الخير نود أن نقدم شيئاً للأطفال نينا بارتس يهودية وهي تقدم مساعدتها مع أعضاء آخرين في الطائفة اليهودية منذ انطلاق يوم التطوع اليهودي كنا هناك في الثامن من الشهر الماضي مع مجموعة من اليهود لم نقدم أنفسنا على أننا يهود ولكننا أيضاً لم نخف من كوننا يهوداً وردود الأفعال كانت إيجابية ومنذ ذلك الحين تشارك نينا بارتس في العمل هنا بشكل منتظم معظم اللاجئين ينحدروا من بلدان معادية للسامية لذا يخشى بعض اليهود من التواصل مع الوافدين الجدد هناك العديد من المخاوف من هنا جاءت الفكرة لإطلاق مشروعنا في نوفمبر تشين الثاني وأردنا إظهار أهمية تواجدنا هناك مجموعة يهودية فمن المهم أن نظهر حضورنا لأن هؤلاء الناس الذين يسكنون هنا سيصبحون جيراننا واليوم تقضي نينا بارتس يومها مع أطفال من سوريا وأفغانستان وستأتي مرة أخرى في الاحتفال بعيد الميلاد بسبب نقص المتطوع في هذه الفترة والمتطوعون ليسوا فقط من الشباب فالطائفة اليهودية في برلين تضم قرابة عشة آلاف شخص حتى أن البعض منهم استقبل لاجئين في بيته اللاجئ السوري كنان يعيش منذ بضعة أسابيع لدى حايم يلينك وأسرته يعدون الطعام معا للاحتفال اليهودي بيوم السبت التقريدي إن وضعت الآن الزبدة فيها لكسرت قواعد أعداد الطعام اليهودي يلينك يوضح لكنان قواعد الطعام اليهودي الحلال فالزبدة واللحم لا يجتمعان الحياة كتير طبيعية وحلوة الاختلاف كبير لا يوجد بالعكس الشيء الحلو الذي يعيشه هو المتعة الاختلاف هذا الشيء بحد ذاته شعور تاني لا يوجد توصفه هذه الأسرة استضافت كنان السوري فور تسجيل لجوءه لدى السلطات ومنذ ذلك الحين تعلم كلمات ألمانية ويذهب يوميا إلى درس اللغة والآن أصبح كنان أحد أفراد العائلة ورغم اتباع أسرة لينك للعادات اليهودية لا يشكل الدين إلا أمرا ثانويا لا ينظر للأمر على أننا أسرة يهودية استضافت مسلمان ولكن على أساس أن لدينا مكانا في المنزل ونريد أن نستغل الفرصة لإنجاح عملية الاندماج واليوم هناك زيارة من إحدى العائلات اليهودية الصديقة التي استضافت هي الأخرى لاجئا سوريا اليهود والمسلمون معا على المائدة أما الكراهية والأحكام المسبقة فلا محل لها في منزل الأسرة يلينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر